سلام عليكم واهلا وسهلا بكم معي فيديو جديد من اسلوب حياتي فيديو نهاردة هنحضر مع بعض عشوة كده سهلة وسريعة بتتحضر في دقايق وبمكونات بسيطة جدا جدا. آآ وبيطلع شكلها جميل ومشاهية قوي وبدون فرن وبدون لحوم. آآ ولا لحمة ولا دجاج ولا اي حاجة. وشكلها جميل وطعمها اجمل. وتقدري بمكونات بسيطة جدا جدا تحضريها حالا. ويلا بينا نتابع الفيديو نشوف المأدير وطريقة التحضير. وهنبدأ بسم الله وهيكون معايا في مأدير الكريب. كوباية دقيق كوباية حليب بيضة واحدة مع لقتين زيت نباتي وملح وفلفل. آآ كل المكونات كده هنخلطهم في شفشة الخلاط على طول. هنضيف البيضة. ومعاها الملح والفلفل. وبعد كده هنضيف الحليب والزيت. بنبدأ بالمواد السايلة الاول في شفشة الخلاط علشان بعد كده دقيق علشان دقيق اختلط كويس. وبعد كده بنخلط كل ده. وبعد كده بصفي خليط الكريب كده من خلال لمصفة شبك. وكده الخليط جاهز معانا ناعم وجميل. بعد كده في طاصة على النار بمسحب بمسحة بسيطة من الزيت النباتي. وهي بصوب ببقى كبشة كده من الخليط وببدأ اساوي الكريب بتاعنا بالطريقة المعتادة. بوزعه كده على الصينية. ولما بيحمر من ناحية بقلبه على الناحية التانية. بياخد لون بسيط من الناحية التانية بارفعه على طول من التاصة. وبعد كده لتحضير الحشوة بيكون معايا بطاستيتين كبار مع طعام وكعبات كده وسلقتهم في مياه وملح. واول ما السلقه على طول صفيتهم المية هما سخنين ههرسهم. وبضيف لهم حوالي معلقتين تلاتة كبار كده من مية السلق السخنة. وبكمل هرسهم علشان يكونوا نعمين كده وقوامهم كريمي معنا. بعد كده في طاصة على النار فيها معلقتين كبار زيت نباتي. بنزل عليهم ببصلاية كبيرة. بتقطع قطع صغيرة. آآ وبشوحهم كده لغاية ما يكون لونهم ده بيه وبعد كده هتبلهم آآ بالملح والفلفل والكركم. آآ وبضيف الملح يعني يقضي تمليح الكمية البطاطس اللي معايا على طول. علشان مش مش هضيف بقى توابل تاني على البطاطس. وبقلب كده البصل. بشوحوا شوية كده بعد ما ضيفناله التوابل. لونه بقى جميل من الكركم اللي ضيفينه. بعد كده بقى هضيف البصلة على البطاطس المهروسة. وهضيف كمان عليها معلقتين كبار بقى دونس مفروم كده ناعم. واقلب الحشوة معانا كلها كويس. اقلب كل المكونات آآ كده كويس. هبدأ بقى في حشو الكريب اللي كنا مجهزينه مع بعض. آآ هحط الحشوة بقى كده على الضهر مش على الوش على الشكل ده كده. باخد بقى طبقة من الحشوة يعني مش آآ ساميكة قوي تكون تبقى رقيقة. هي طعمها غني وجميل جدا جدا. آآ بالرغم من ان احنا مش ضيفين عليها الحوم ولا اي حاجة تقدروا تزاودوا زتون شرايح على الحشوة كده. قطع صغيرة تقدروا تزاودوا جبنة مبشورة. يعني زي ما تحبوا. بس انا عاملها بمكونات بسيطة جدا اقتصادية. وطعمها لذيذ قوي قوي. مش محتاج معها اي حاجة. آآ وبعد كده بقى بنطبق الكريب بالشكل ده. طبعا نقدر نطبقه باشكال كتير. بس الشكل ده كده جميل قوي ومميز. بيكون شكله جميل كده وزي ما يكون مورق كده. واحدة تاني بنفرد الحشوة كده طبقة منها. وبنتني الطرفين والطرفين برضو من الناحية التانية. يعني الصورة موضحة. وبعد كده بتنيهم نصين تاني بيزديني الشكل الجميل ده. وبعد كده باخد بقى الكريب وبديله كده تحميرة خفيفة في طاصة على النار فيها معلقة كبيرة زيت نباتي. مش زيت كتير خالص يعني. بنيديله تحميرة كده بياخد لون دهبي وجميل كده من برة وبيكون مقرمش شوية كده من برة. وبقلبه على الاتجاهين كده بعد ما بيكون لونه دهبي زي ما احنا شايفين لونه التحفة. وبس بياخد لون كده من ناحيتين في سوان يعني ما بيطولش وكده جهز معانا. ده الشكل النهائي للكريب بتاعنا بعد ما حمرنا التحميرة الخفيفة دي. اخد لون دهبي جميل كده من الناحيتين وبيكون مقرمش بسيط. ومن جوة طارق كده وتعمه لذيذ جدا جدا. وده شكل كده واحدة بعد ما قصتها بيكون شكلها جميل كده للطبقات والحشوة بينهم. وريحتها تحفة وطعمه كمان يعني مشاهي جدا جدا ولذيذ جدا. بالرغم من بساطة المأدير. يعني زي ما شفنا مأدير اقتصادية وموجودة في مطبخك تقدر تقومي حالا تنفز الاكلة دي بمنتهى السهولة وبتطلع لذيذة جدا جدا وغير مكلفة خالص زي ما شفنا. وان شاء الله تعجبك وتعجبولادك وجربوها بقى وقلولي ايه رأيكم. بتنسوش بقى لايك وشير لي الفيديو واشتراك في القناة. ونتقبل على خير ان شاء الله فيديو جديد. مع الف سلامة.